السلام عليكم البنات اشخباركم كنتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا بألف خير مرحبا بكم في فيديو جديد في القناة ان شاء الله اليوم سوف نبارتاجي معكم دجاج فل فران سهل بطريقة سهلة لا كثير التوابيل لا شرمولة لا شيء صعيب مكونات بسيطة المتوجدة في كل بيت وانا كنتمنى يعجبكم وانا متأكدة بانا كما جربتوه سوف تعجبكم المدق ديالو بالنسبة للشكل ديالو البنات انا كنت اعتذر لاني بارتاجيت معاكم دك شي كيف مما هو بلا ازواق بلا نفاق احنا كلينا البنات غير في هاد المول يعني ما قدمتوش في طبق اللي غاديكن غنقادو حينت عندي الضياف ولا بارتاجيت معاكم دك شي كيف مما هو المهم هو البنا رهاء كيجيب بنين بكل ما تحمله الكلمة من معنى بالنسبة للمرافق ديالو غنرافق معاه القوق اللي كيجي عشكل سالد بالنسبة للمايونيز انا دير المايونيز لما فيش البيض كنصيبه في الدار ان شاء الله نبارتاجيه معاكم كيجيبنين حتى هو طريقة تحضير ديالو سهلة بزاف كنظن بانا كيني الناس اللي كتعرف الاغلبية كتعرف الطريقة مهم انا كنفضلوه هكا على اننا نطيبوه في مرقة كيعجبنا هكا اول حاجة كنبدو بها البنات هي الجاج هنشرم الجاج انا هنشرمه غير وبعساعة لانني ما كنتش عوالة صراحة كيفما كتشوفوا المكوناتها هما رهم بسيطة الجاج كيفما كتشوفوا الديجرة كيكون مرقض في الملحة والحامض انا را خرجتهم الفريق وحتى اطلق بنسبة للملحة نقللو الملحة نحتاجو للملحة اليازير او اكليل الجبل شوية ديال سكينجبير والعطرية ديال الجاج العطرية اللي كناخده غيم العطار وزيت الزيتون بالنسبة للملحة كنتو ترقضوه مدة طويلة يعني من الصباح تليل او لا ليلة كاملة حاولوا ما تديروش الزيت حتى الاخر لحظة عديرو زيت الزيتون انا ما عنديش الوقت سنضير كل شيء في مرة مهم الملح انا را نقلل الملح كيفما كتشوفوا يعني غير شوية وجاف الماطق هو هذا كالبنات بنسبة اليازير كنديرو كيمية لبأسة بها لانا كتجيب بنينة مع الجاج اليازير كتوتى مع الجاج بزاف عطرية ديال الدجاج كيفما كنت لكم سواء كانت عندكم هذيك ساشية كنتداجة في الفيديو اللي قبل ارا صورت لكم العطرية هذيك العطرية او لا اللي كناخده من العطار كنديرو شوية ديالسكنجبير وشوية ديالزيت الزيتون كيفما كنتشوفوا المقادير بالسيطة متواجدة في كل بيت ما كان فيها لتعقيدات لوالو وكيجيبنين مهم كنخلطوهم ازيان جاج ديالنا كندخله في ديك العطرية وديك شرمولة تتبيلا المهم ممكن نغطيه ربع ساعة نخليه ربع ساعة يترقد عاد غادي ندخله الفران كيفما كنت لكم انا راني كنت زربانة ما عنديش الوقت الكافي باش نخليه يترقد ذاك شي عشدت زيت الزيتون وكل شي في مرة كيفما كنعرفو زيت الزيتون ما كتخليش العطرية تدخل مزيان في في الحم بالنسبة المرافقة البنات انا درت بطاطا ولادي كتعجبوا ماذا البطاطا في الفران انا طرحا ما اعطيتها شوقتها يعني ما اعطيتها ش حقها ما يمسلقتها في الملحة كيفما كنتعرفو الملحة والخل غادي نصفيها وغادي ندر معها معلقة ديال زيت نباتية وشوية ديال الزعتر وشوية ديال كامون ندخلها مع فوق الجاج وندخلها الفران بنسبة الجاج كنستفو بطريقة اللي انتو ما باغيين من بعد ما كنستفو ندير عليه البطاطا ديالي اللي كنكون شرمل تحته ندخلها الفران نغطيه بورق الزبدة انا ما اعطيش ندير ورق الزبدة او بابية كويسون وندير فوق منه مقلع وندخله طيب في الفران بنسبة للقوق اللي كنت لكم البنات ناخد القوق نغسلها مزيان نأكد على تغسلها مزيان وشدي سبر ماء ودرت فيها الماء غليته وبعده واللول ودرت فيها طرفة الحامض والملحة اللي كافية باش يجيني هاد القوق بنين يعني يجيني الملحة هي هديك صافيكو حطيتو تسلق راه تقريبا قريبا طيب الياه هنا من اللي كنت تسلق كنحيدوه ونديروه يستقطر انتو مغتشوف معايا الطريقة مهم هنا راه قريبا طيب البنات من اللي طابليا القوق ديالي كيف ما كنتشوفوه نحاول نهزوه نحاول نقلبوه نحاول نقلبوه نحاول نقلبوه من ذاك المال يكون فيه الداخل هكا تجيسالات سرحة تجيزوينة باش ميكونش فيه المال داخل مهم الطريقة كتبقانتو ما كتقطعوه الطريقة اللي بغيتو في التقديم مهم راه باقي سخون كنحاول نحيدوه من البرماء يعنو قدم حيتوه هو سخون كي استقطر منه المدغية تنشوف دغية تنشوف ما الأفضل انكم تحيدوه سخون ما تخليوش تاي برد في وسط ذاك الماء المهم بنتبه المايونيز أنا كنفضل المايونيز اللي ما فيش البيض بنتبه لهاد القوق تطبيق كنفضله كي اقعيني احسن والطريقة المايونيز بشكل سهلة في كل حالة تنشوف اقتوار ما المهم المهمة التقطع واتشوفوا معي طريقه هاد القوق وانتوما طريقه اللي اتباعتوها قطعته بهذا الشكل من بعد اما استقطره مزيان و ادرت فيه المايونيز في الوسط و انتم لكم حرية الاختيار تقدروا المايونيز في الطباسلات و تقطعوا هذا على طريقة اللي بغيته و المايونيز مستقلة مزيان المهم انا كيفما قلت لكم ما بغيتش نكتر علي التباسل العشيوه غيديا لي انا ولادي و راجلي يعني ذاك شي بزربة بارتاجيته معاكم كيف مما هو ما زوقت ما درت حتى شي حزر ما باش نبانو لا يعني ذاك شي كيف مما هو اصلا ديري نغلي نحنا يمنى ككونوا الضيافرات نكونوا كنقضوا اللي بلا مزيان وتنزوقوا وتنبدعوا المهم هذا هو الدجاج دي انا كيفما كتشوفوا البطاطا كتجي مقرمشة صراحة و خمس ستفتش انا مول فكنديرا فلعطا بوحديتها و كنا نخليها كتجيني بحل الفريت و كتجي أروع من الفريت المهم الدجاج ها وره طايب هشيش كتقطع غير بوحديته كيفما شفته و كنخليه تكي تحمر تتبيه لصراحة واحد الريحة طالعة من نوية البنات بنين بنين صراحة صدقوني غادي تجربوه و غادي تشكروني انا متأكدة انكم هتجربوه غادي يعجبكم و دي ما غادي يكون صراحة هو الحل لكم اللي كتتوحلوا و ما كتعرفوا ما تديرو و يعني ترافقوه بش ليضا ولا بزعلوك كيفما انا ديري اليوم فلعشة يعني زعلوك ولا يعني اي حاجة باش ما بغيتوا ترافقوه مميما البنات اللي ما قدتش نقاوم غادي نضوق هاد طريف انا ديجا ديري بزاف دير المرات قلت لي و ما نبارتاجيه معاكم علاش الله بالنسبة للعشيوه ديالنا هي ها ديال البنات بسيطة كنتمنت قبل علينا زعلوك اللي كل شي كيعرفو المغاربة كلها كتعرف زعلوك شنا ان شاء الله نبارتاجي معاكم الطريقة ديالي كي يجيبنين صراحة كل هاو طريقتو نبارتاجيه مع بعديتنا ونستفضوا مع بعديتنا بطبيعة الحال هذا هو الهدف بالنسبة للقوق هو هذا كنتمنى لفيديو ديال يوم تنالس تحسنكم وتعجبكم واللي عجبوا المحتوى من سيخلي ليالي لايك واللي اول مرة كيدخل القناة وبقي ما اشتركش كنتمنى وافضلا وليس امرا انك تشترك عندي في القناة وتفعل زر الجرس وشكرا لكم بزاف للناس اللي كيبقوا متابعين ومدعميني شكرا لكم بزاف اذا دمتم في رعاية الله والسلام عليكم